السلام عليكم ورحمة الله بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن أكتر مشروب مشهور وتخل الدول العربية بشكل فضيع قوي دلوقتي مصلي حتى أمانج الشباب بين الشباب كتير قوي بيشربوا قهوة وكتير طلع عليها كلام سمعة حلوة هي مش قد السمعة الحلوة دي إن القهوة من الحاجات الكويسة قوي وممكن نشرب منها فنجانين تلاتة في اليوم ممكن وصلوا الأربع فنجيل هل الكلام ده صحيح ولا لا أول حاجة هي تختلف في العمر وكمان إذا كان رجل ولا امرأة البنات والشباب الصحة الصحة الحلوة الناس اللي عندها توطر ولا ما عندهاش الناس اللي ما بتنامش كويس وعندها مشكلة في النوم كل ده المرأة اللي في مرحلة اللي هي قبل سن اليأس البريمونو بوس أو بعد كمان في المونو بوس نفسها هل كل ده كل ده يختلفوا عن بعض مقدرش عمي ما أقول القهوة ده مشروب كويس بتختلف من شخص الأخر أوكي نبدأ بقهوة الصباح اللي اللي كل بياخدها الصبح قهوة الصباح من أكتر الحاجات المؤذية للجسم ومن الحاجات اللي في أبحث أثباتت إنها بتعلي الإنسولين على طول بترفع لي الإنسولين كأني أكلت السكر على الصبح سواء أخدتها مع سكر أو بدون سكر مع حليب أو بدون حليب هي بتعمل كده أنا بحكي دلوقتي على القهوة كلها السودة لما بعملها مع النسكافية أو تركيش كوفي اللي هي القهوة التركية أو الأمريكان كوفي اللي هي بتتفلتر ولا حتى كمان الفرنش بريس اللي هي القهوة الفرنسية برضو شوية فيها فلترة أوكي فكل القهوة دي بكل أنواحها في الصبح بدون ما يكون وقت ده وجبة فطار كويسة وفيها بروتين يعني لو أنا مثلا أخدت فطار في ناس بتاخد شوفان الأوتميل كده بياخدوه الصبح مع شوية عسل وزبيب مثلا عليه ودي وجبتهم دي ما تعتبرش الوجبة اللي حتزبط للإنسولين مع أني أشرب قهوة فالقهوة الميزة الحاجة اللي ممكن أستفيد منها وما تدرنيش قويني أخدها بعد الهيفي ميل بعد الوجبة تقيلة اللي فيها بروتين فيها كلت فراخ كلت لحمة كلت أي حاجة تقيلة اللي هي وجبة الغداء عمتاً أوكي فالصبح بدري دي هي مش حاجة كويسة أبداً أوكي دي حاجة تاني حاجة القهوة هي من الحاجات الـ very acidic الحمضية بتاعتها عالية قوي وعشان الجسم يتخلص من الحمضية دي لها الـ pH بتاعتها very low يعني عشان يتخلص منها لا بيخلصنا من بعض المعادن واللي إحنا قريدي محتاجينها especially للبنات اللي في مرحلة مراهقة والمرأة عمتاً يعني المعادن عندنا مش that much زي الرجل وكيف حتى الحديد كمان الأكل لو في حديد وأنا خدت بعده الأهوة في جزء كبير مش 100% كله ما بستفدش منه ولكن جزء كبير يوصل إلى 50% منه فالنسبة للشاب وصحيته حلوة وعنده له مجلوبين عالي إذا مش هتفرق معها كتير لكن لو بنته وعندها أنيميا هتفرق معها دي الأهوة أوكي تقنيجي الحاجة تانية تحميس الأهوة الأهوة بتتحمس على درجة حرارة عالية أو سواء هي البني الغمأة دي أو الوسط هي كلها متحمصة على درجة حرارة عالية وبيخرج منها مادة اللي هي الأكريلمايد المادة دي هي مادة يعني مصرطنة فالنسبة البسيطة اللي ممكن تجيني في الأهوة بالوقت وبالزمن ممكن تعملي مشاكل ولكن لو أنا باخد يعني في نجن في اليوم بيمشي الحال مش بي جديل أوكي فبرضه هي مش من الحاجات الاختيار كويسة نرجع للمحصول بتاع الأهوة بقى الأهوة نفسها كزراعة الأهوة هي بتقال عليها ديرتي كروب هي من الحاجات اللي بتترش مرشوشة الأهوة كلها اللي احنا بناخدها هي مرشوشة ما عادة لو جبت أورجانيك كوفي وكمان نوعية كويسة من الأورجانيك أوكي عشان أضمن إن هي الكواليتي بتاعتها حلوة وكويسة وما فياش أي مبيدات ولا أي مشاكل ده بالنسبة للأهوة طيب أنا لو أنا دلوقتي عندي عندي امتحان ومش نايمة كويسة عاوز أشرف فينجان أهوة عشان يصحيني ده بيقولوا عليه يقول السترس اللي عندك ده القلق ده والتوتر اللي عندك حيتضاعف بفنجان الأهوة بالعكس وهتزيد ضربات القلب وحيسيب برودة في الأطراف وحكون متوترة قوي وتركيزي وهي بترفع التركيز لفترة وتخليني أويكش لفترة بعدين بيروح تاني فهي مش اختيار جيد في الحالة دي أنا أختار الشاي طبعا أوكي فهمت أنا ما قدرش أخدها لو الأم مثلا اللي هي ما بيتنامشي بالليل كويسة وعندها أطفال صغيرين وشربت قهوة حتبقى وحتبقى عندها ضغط كتير قوي متوترة وتعبانة وبعدين حتترجع تاني تشرب قهوة تاني عشان تفوقها شوية بعدين ترجع تتعب تاني فهي برضو مش اختيار جيد في الحالات دي كلها طيب كمان نحكي على القهوة في حالة أن أنا مثلا عاوز أخد في نجال قهوة يعني بس كده عشان ينشطني وأعمل شوية رياضة ويزبطني لو أنا كنت واكلة فيه بروتين في اليوم بتاعي يعني وأكلها هيفي فود زي ما قلنا حاجة كويسة وتقيلة بيمشي الحال وكويسة وبصحصحني المدة لو ما أزودش عن فنجان في اليوم ماكسما فنجانين لو أنا صحيتي حلوة ما معنيش من الأنميا طيب فيه ناس بتاخدها يعني فيه ناس بعد تولي قالولي أنه ما بشرب القهوة دقت قلبي بتزيد وبحيس أنه أنا متوترة وتعب مش معاك القهوة مش نافعة معاك أبدا وحتزيدي تعب فوق التعب فبليس القهوة في الحالة دي ما أخدش خالص منها في بدايل كتير قوي مشروبات هتعود عليها وححبها أوكي فيه ربطوها بحاجة اسمها أدرينا الفتيج تعب الغدة أو إجهاد الغدة القضرية وقالوا أني من القهوة هي بتسببه كتير قوي لو أنا قريدي عندي الغدة القضرية فيها مشكلة أو عندي إجهاد في الغدة القضرية أو عندي كمان الكورتزول الليفل بتاعي أو الهرمون زعمة فيها مشكلة القهوة من الحاجات اللي حتزود المشكلة دي أوكي تيجي لو أخدنا القهوة بقى للناس كلها اللي عندها مشاكل في المعدة كل أنواع مشاكل المعدة القهوة بتزود المشاكل سوء حتى لو المشاكل بسيطة في البيجينيج يعني المشاكل بسيطة بعد كده القهوة حتخليها أسوأ فأنا حتى لو عندي مشاكل بسيطة وبتحمل القهوة ما بتتعبنيش قوي ما فيش داعي للقهوة أي حد اللي عنده اللي هو الأسد ريفلوكس نفسه هي بعنده مشكلة لو شرب القهوة اللي عندهم جرسوم في المعدة عنده مشكلة اللي عندهم الحموضة عالية عندهم مشكلة اللي عندهم الحمز بتاع المعدة غليل عندهم مشكلة لو شربوا القهوة سوء القهوة بياموص صديقة المعدة أبدا طب ليه كل كل كلام الجميل اللي على القهوة جاشان هي بتنبهنا الفترة بس قلنا لو أنا مش وقدة نوم كفاية مش وكلة كويس وتعبانة هي هتزود لي التعب فوق التعب تاني فمش حاجة كويسة أوكي هي فيها مضادات أكسادة عالية أو يس كمان الشاي فيه مضادات أكسادة عالية أوي ده عاوز حلقة لوحده الشاي وأنواعه الكتير أوي يعني الشاي من الحاجات الرائعة فعلا وما باخدش منه صايد إفكت كتير زي الأهواء اللي هي الأعراض الجانبية طيب أنا كمان عندي الأهواء من الحاجات اللي بتخليني تلوز ويت يعني بتخليني ممكن أخذتهم ما بتخنش بتساعد الشاي كمان بيساعد الشاي الأخدر بيساعد والماتشا بتساعد كلهم بيساعدوا بس لو انا باكل كتير قوي وخدت مع القهوة دي حطيت عليها بقى حليب ولا كريمر هيفي وحطيت ووكلت معها سويت انا هي مش هتساعدني فاخصة اي حاجة خالص بالعكس يعني هي بيساعد لو اخدتها مرة ومن غير اي حاجة بس لو انا ما بتتعبنيش فالناس اللي بتتعبها القهوة على طول انتوا الابحاث وانتوا دكترت نفسك وانتوا كل حاجة انا الشخص لما اسمع اني في حاجة ودي كويسة قوي وصحية وجميلة وانا لما باخدها بتتعبني وبزود بقات قلبي وبحيث ان انا عصابي مش مظبوطة مرتخية واطرافي بردت منها او اي مشاكل سوأنا اللي صح انا يعني حتى في ناس العسل نفسه بيتعبهم بيعملهم حساسية في ناس عندها حساسية من العسل الضزمين ان العسل وحش ولكن مش ماشي مع الشخص ده فالحاجة اللي حتتعبني ابعد عنها بلس ان احنا قلنا قاعدة ان انا مزودش من اي حاجة كميات كبيرة يعني فنجانين تلاتة قهوة في اليوم يسجود اتناق جود اتفنجان واحد في اليوم يسجود ما قطرش عليه لو زودته انا صحيتي زي ما قلت حلوة اوي يبقوا اتنين وما زودش عن كده خالص القهوة مش اختيار جيد نيجي بقى للقهوة اللي هي اللي غير محمصة اللي هي الجميلة دي اللي انتوا شايفينها دي اللي هي بيبقى لونها كده على بيج طحفة دي او بيقول عليها قهوة الخضرة الجرين كوفي دي كانت بتتبع كابسولات فترة طويل اوي لحد دلوقتي موجودة عشان نخس بياها هي من الحاجات الحلوة اوي وبتساعد على الحلوة مضادات الاكسادة فيها اعلى كتير اوي من الاهوة المتحمصة لان هي ما تعرضتش الحرارة او اي حاجة اسجود انا ممكن احمصة شيء بسيط اوي استيل حتحتفز بكل حاجة فيها بيبقى كافاين فيها اعلى شوية لان هي ما تحمصتش ولكن اعلى نسبة بسيطة مش هتفرق كتير ولكنها هي اللي بيحبها it's much better كتير عن القهوة السودة اللي هي متحمصة فالقهوة الخضرة لو احنا عملناها اسجود شوفوا الطرق بقى الخليج مشهورين بيعملوها بطرق حلوة اوي 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 لو خدتها وزي ما هي كده وشربتها من الحاجات اللي بتساعدها على انقص الوزن بس طبعا مش هاخدها مع حل ومعمول بالسكر ومعمول بالضيئي الابيض ومعمول بالهيدروجينيتد اويل او بالزيود حتى زيت الدرق نفس الكلام يبقى انا كده ما استفدتش حاجة منها انا ضفت معاها حاجة يعني مشكلة فانا مش هستفاد من ان القهوة بتحرق لي الدهون وحستفاد من الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسادة كل الحاجات اللي فيها بس هي مش هتزبط لي وزني ولا حتساعد ان انا اتخلص من الكلسترول العالي ولا كل ده كل ده مش هجيب نتيجة لو انا باخدها مع حلويات مصصحية لو عملت حلويات في بيتي صحية بالعسل وكان اختياري حلو للدقيق اللي انا بستعمله فبيمشي حلها ان شاء الله ان شاء الله تستمتعوا بالقهوة بتاعتكم بلاش في الصبح بدري بلاش الشباب ياخدوا قهوة اول ما يصحوا من النوم ابدا خدوا القهوة بتاعتكم بعد الغدا ما تزودوش في فنجيني القهوة هي فنجان واحد وكفاية علينا كلنا مش لازم يكون عندها وش القهوة ما وش انا عملتها ما يكونش عندها وش الوش بتاع القهوة وعبرة عن حبيبات القهوة اللي هي لسه موجودة اللي في الفوم دي اللي في الرغوة ودي قالوا ان هي من الحاجات اللي فيها يعني بتزوت الكوليسترول في الجسم فهي مش حاجة حلوة لو انتوا تقدروا تاخدوها من غير وش حيكون كل الحاجات دي هم ريبين من بعد ما عدا القهوة اللي متفلطرة اللي انا بستعمل لها الفلتر بيبر اللي هي اللي بتتفلطر بتتنقط من الفلتر بيبر لحد ما اخدها كده صافيا ما فيهاش اي حبيبات قهوة موجودة فيها خالص دي احسنها لها الامريكان كوفي دي احسن هم الى حد ما هنعمل ريسابي للقهوة عشان اقلل الحموضة بتاعتها ان شاء الله وتكون الى حد ما صحية وقدر اخدها في اي وقت ان شاء الله شوفكم في فيديو تاني وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة